اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من ثلاث ساعة ونصف الى اربعة وتم التطرق الى جميع المطالب تطرق اليها نقطة بنقطة وكان هذا اللقاء هذا او لهذا الاجتماع هذا مع السلطة المحلية ممتلة في السيد الباشا سيد الباشا سيد الباشا والسيد القائد اه بالاضافة للرئيس الجماعة بالاضافة الكازا الممتل عن كازا تيكنيك للنظافة والاتحادات الملاك المشتركين الاندلس وهذا اللقاء هذا تم تطرق تطرق فيه الى مجموعة من النقاط اللي هي اللي هي النقطة الاولى كانت هي الظاهرة اللي ولنا كانعيشوها هنا في الاندلس اللي هي ظاهرة الازبال المتراكمة وظاهرة الكلاب الضالة اللي ولت بالنسبة لنا هنا بقرة بقرة الاندلس ولت بقرة للكلاب الضالة بالاضافة النقطة ديال ديال احتلال الملك العمومي من طرف من طرف الباع المتجولين بالاضافة للمحلات التجارية اللي اللي كانت تنتهي في شهر تسعود الفين وعشرين وسيتم عقد اتفاق اخر بطبيعة الحال وحنا طرحنا لهم هذه المسألة ديال انه يدارو هذوك اللي في الارض اللي يدارو في الارض لما غديش يشو حتى المنظر ديال ديال الجمالية واللي غديش يشرف على هذه العملية بطبيعة الحال هو السلطة المحلية مع الممثل عن جماعة عن جماعة بوسكورا وممثل ديال كازا تيكنيك هذو النقطة التانية اللي سترق اليها اللي هي النقطة ديال كلاب الدالة ف سيد رئيس الجماعة قل لنا لأنه رهد كي ندب واحد واحد الاتفاقية توقعت مع مع كازا بيئة كازا بيئة هذي 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 الشركة ديال كازا بيئة هذي مكلفة بهذ هي اللي غا تكلف هذا كلاب الدالة بطبيعة الحال والحشرات لكينين يعني هذا فغضون وحنا هذي كازا كازا بيئة احنا ديجا قلنا قلنا للسيد رئيس باش يعقدنا لقاء معهم احنا كاتحادة الملاك لأنه نحن أدرا بالمشاكيل اللي كان عانيوها لا من ناحية ديال كلاب الدالة لا من ناحية ديال الحشرات اذن هو قال على انه هذا كان مقترح ديالنا ودية سيد الباشا لأنه تعقد هذا اللقاء وحددنا له موعد الاسبوع لما بعد الاسبوع المقبل اخر رسالة انا كانت منها على السلطات المحلية والسيد رئيس الجماعة على الوعود والالتزامات اللي قالوا على انها تمشي في ذلك لصنص الإيجابي واننا نتعاون مع بعض ديالنا ونزيد بها البلد ديالنا القدام طرق الواحد النقطة اللي استفد فيها السيد رئيس الجامعة واللي كتعلق بالإنارة العمومية والإصلاح الحوفر أو الطرقات واللي هي كتهم جميع طراب الجامعة لأن الهدف لأن جامعتنا كلها مزيانة كيف كيت قال بوسكورة تكون بوسكورة مقية هاد المسألة الإنارة العمومية والإصلاح الحوفر سيد رئيس الجامعة أكد أنه كان طلب عروض لأن كان توقيف أي طلب عروض مدة ثاني السنوات لكن في 2023 تحلت هذا المسألة مبقاش يعني يسمحوا لهم الجامعة الترابية باش يديروا طلبة عروض وراهم دروا طلبة عروض فهذه المسألة هذه الإنارة العمومية والإصلاح الحوفر اللي غادي يتأخذ المدة ما بين الشهر حتى الشهرين ونص وبالتالي غايكون ديك ساعات المباشرة في الإصلاحات للإنارة العمومية والطرقات هذه نقطة نحي عليها لأنها تكون على صاعي التراب الجامعة نتمنى التفعيل ديالها في القريب العاجل وتخرج للحي الوجود بغينا نتكلم على دك المطرح اللي كتعاني منه الساكنة في الأندلس وخاصة الأندلس جوج بالأشطور ديالها الواحد والجوج والثلاثة والربعة والخمسة وكذلك الأندلس ثلاثة هذا المطرح اللي هو واحد المكب النفايات اللي من خلاله تتجمع لنا الكيلة بالضالة ولت عندها تما واحد الحاضرة تتجمع فيها كثير من خمسين كلم هذا تعطت لنا وعود أنه ستحيض نهائيا كيف شارغ الإخوان أنه ستبذل بتوزيع الحاوية على جميع الملاك بحضور السلطات المحلية والشركات النظافة يعني لا يمكننا إلا نتمنو هذه المجهودات صراحة كانت لدينا مطالب لنهضروا على المرافق الاجتماعية اللي تنقص هذا المجمع ولكن تعطت لنا فيها وعود أنه سيكون لدينا واحد اجتماع مع هذه الشركات أو اللي ستكون في المستقبل لأنه المجمع كيف يعرف الجامع أنه توسع بواحد شكل كبير ولكن في غياب كبير ديلا المرافق وناقشنا مسألة أنه وجود مدراسة ابتدائية وحدة اللي فيها واحد الاجتماعي أزيد من آلف تيل ميد رقم كبير والآن دالوس يلزمها أكثر من مدراسة كذلك إعدادية فهذا أخذنا أنه وعد يكون مع المنائش العقاري بحضور السلطات وضائس الجامعة باش ننقش مع هذه النقطة واش كين شي ما ناطق اللي غادي يتبنى فيها مدارس واش مخلي شي بلايس أو لا فتقريبا هدوما النقاط اللي كنحاول إن شاء الله نخرجه بواحد النتجة إيجابية أنا لوس مشموعة واحد أنا مسائك تدور والآن باش منطول شي عليكم باش واش نعيش في واحد الوضعية لا تطاق يعني قطاع دير الكلاب تيخرج في الصباح بكري يعني واحد النهار كانوا هدي هجموعة ليا مليشتهم من البعيد سحبنا قطاع للغنم وملي وسط لقيتهم قطاع دير الكلاب كانوا هدي يكلوني لولا لطف الله هذا من جهة ومن جهة أخرى كينا الناس كيتشكا وعندهم الصبيان من اللي كيبدأون بحوق هم يعني قطاع دير هم كيبدأون بحول الولاد كين يبكي في الليل وكيتخلع كين الناس اللي مراد يعني أخطر ما كين هو الكلاب الضالة الكلاب الضالة وفي الليل حدي ولا حرج العزمة ما كن نعسوش بالليل ما كن نعسوش نهائيا وما كرش شينار نديروش انفيلمي شي حاجة وكان عندي اسمية انفيلمي شي حاجة ديال الليل لأنه ذاك شي لا يطاق لا يطاق ولا يحتمل وإحنا تنشكي والسلطات الله يجزيهم بخير